مدربين حتى واضح في طريق الكلامهم وفي اسلوبهم وفي طريقتهم سواء ديفيد ديفيز أو أوجستيكوش في اسلوب اسلامي يقول احنا عندنا طموح هو بيتكلم بلغة النادي هو يخلي بالك هو الراجل عنده طموح كبير جدا 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 بقولك في الوقت المقفولة بيتكلمه تقدر تقول لنا موقف مثلا مش لازم بقلب النادي بص بقلب النادي مش لازم بص هو حاجات يعني الداخلية دي بيتكلمه بقلب بيتكلمه بقلب وفوقه يعني انا بكلمه بصراحة والله استعمل يعني كنت تتخنقوا مع بعض تصلاقوا من القضا زي الفل ولا حاجة ولا حاجة خالص أرقى مختلفة مستحيل مستحيل التين هيختفقوا على الرأي دايما مستحيل هقولك مثال لما جاي جاب محترف هو طمسون وأول مرة علينا طمسون خد كل حاجة معنات لأي خد كل حاجة سنتين. سنتين خد كل حاجة. وهو بيجيب مبارة تانية. عادنا في قدرة مفهولة. اوكي. وقال لي انا عارف ان مصر كلها مش عايزة تومسون. مش عارفني. حلو. الوقت بعد السنة الاولانية. تاني سنة. حلو. لما كسبنا. روحت بيكدره. قلت له عشان انت المدير الفني تومسون مية مية. وكل مصر بركيت له على تومسون بعدها. اه طبعا. تومسون وعمل سلاسيات. عظيم. في المتش. في المتشات الاخيرة. في المتشات الاخيرة ده هو يعني سراحة كبيرة. اه. كويس. فضحك. قلت له اي حق هو دي اعزمة الانيد الاهلي. كل واحد عارف ان دروفين. صحيح. بص. المدير الفني مدير الفني. مدير الشهدري مدير الشهدري هذي. مجلس درق عضو مجلس درق عضو مجلس درق وهكذا. بالنسبة هو بما نريد نتكالفة استراتيجية عامة. عند اختيار المحترفين في اي لعبة بقى. في اي لعبة سلة يد طايرة اي حاجة. بشكل عام. المدير الفني اللي بيختار. بيارض على حضرتك. اساسي. اوكي. اساسي. وين اختلفنا. يعني افرد انت مش عايز. بص انا اقول لك. وين اختلفنا. اصلا انت مش مثلا. مش لازي ا اختلفنا. اه. بقول لك. وين اختلفنا. كويس. رؤية المدير الفني. وين اختلفنا. انا مدير نشاطري هذي. ممكن يكون ليه وجهة نظر. طبعا. كويس. بس. وين اختلفنا. اه. ومدير الفني هو 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 اللي بيبشي. هو مسؤول عن الفرقة. هو من نديره سلاحيات. لا سواء اجنبي او مصري يعني بس عشان. اه. بص. اي لعي بيخش الناد الاهلي بيخش عن طريق مدير الفني. بقول لك. وين اختلفنا. كويس. في القوة درق. معلش كابتن مين اللي بيعرض. يعني. المدير الفني. خلينا نتكلم على لعبة. اه. خلينا نتكلم مسلا على السلة. كويس. السلة الناس كلها ناكحة وقردين كل حاجة وعملين كل حاجة. خلينا نتكلم على السلة. السلة مسلا هو اوجستي بوش بيجي يقول لك. انا عايز اه. واحد من الاربعة دول. او واحد من الخمسة دول. ولا بتمشي ازاي. بص. بيقول انا عايز احتياجاتي واحد اتنين ثانة اربعة. في المحترفين. في المحترفين. وعندي اولوايا في ده. وعندي اولوايا في ده. وعندي اولوايا في ده. ك لها ازاي. اه. 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 بكلب بصراحة. اوكي. من مجلس الادار. احنا. اكس. بنشتغل على الاكس. حلو? الاكس ده مناسب مع رقم واحد? مع واحد بالزبط بنشتغل مع اتنين مع تلاتة. خلط. لكن عندنا عندنا كازا بلان. ما نقدرش يشتغل على بلان واحدة. بالزبط. لو اشتغلنا على بلان واحدة ما نقدرش. يعني هو نهارده هو بيخطط مثلا الفرقة. او بكلب على الاتنين او بكلب على الرياضة الوقتي في ند لا. هتلاقي المدرب يخطط ثلاثة ارب سنين. صح. في الدرجة الاولى. يعني لما تيجي يتكلم معاك. مش بيتكلم ان هو سنة وماشي. هم. لا. هو بيتكلم ان هو شايف ان فيه ولد. مسلا موليد الفين وستة تحت. فده كمان سلاتين هيطلع. مكان لعيب تاني ممكن يمشي. مكان لعيب انتهي عقده. فبيبتيني نفكر باللازة الاستراتيج دي. بنفكر رأسي. واحنا طلعين من تحت الفوق. اوكي. بيشوف اللعيبة الاول ولاد النادي الموجودين. ولاد النادي الموجودين في المكان ده. ورا بعض مزبوطة الامور. خلاص اوكي. لكن لو عايزين مسلا. سي مسلا حراس مرمى. مسلا يعني. لو نادي اينا هردى عنده رؤية حراس مرمى فوق. فاصيب. عملنا ايه. جبنا الولد اللي هو الصغير. ده رأيه الخواجه. ده رأيه الخواجه. ده رأيه فيه في الهنبول. لو بص تحت تلاقيه عنده بلان باصس اللي تحت. يعني مي يتكلم معاك يقولك فيه رؤية الفين وستة. فيه رؤية الفين وتمانين. بيروح يتفرج على كل. بيشوفوا. لازم يتفرجوا. عشان مش فجأة يقولك. حت عندناش الرؤية دي. مع المدرين الفانين ما عندناش رؤية دي. النهاردة لو بنكلم عن مسلا الاجوستي بيلعب والد عندهم سبعتاشر سنة. سبعتاشر سنة. مم. يعني ما شاء الله دي حاجة حاجة عظيمة جدا جدا. طب بمناسبة برضو احنا بنتكلم عن السلة لان انا عايز ارجع لليد تاني. احنا احنا متكلمناش عن اليد. احنا عايز اتكلم حاجة بهم جدا في اليد خلي بالك. اه طبعا. اه. 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 بس خلينا بس نخلص السلة بقى بما ان انا بنتكلم عن السلة. ط اه اه. اه. كابتن احمد اسماعيل. وخروجه من النادي الاهلي. لان اشكره جدا. اوك. ونقول له شكرا جدا جدا لك. احنا. هل دي استراتيجية معينة اصلنا فاهم. النادي الاهلي. ايوا. النادي الاهلي. ايوا. اللي عايز يكون متواجد داخل النادي الاهلي. احنا ما في المها معه. اوكي. من حقي كالعيب تبصي ان هي حال ماداية. طبعا. من حقك طبعا. لكنها من يحقيب عندي سقف للعيبة. شكرا اللى كابت خالد. باتكلم بصراحة. صح كده. كامل احترامي لي شكرا جدا قدى موسم معينا او اتنين موسم بنشكره جدا عليها جدا ويروح في الاتجاه اللي هو عايزه بنحترم كل الناس لكن اللي عايز الناد الاهلي هنكون معاه احنا كان عندنا سقف بدأنا برقم انا بكلم بصراحة شديدة كويس ووصلنا الرقم معين نقفنا هنقف ليه ما هبص ما انا هقوله حاجة حاجة كابتن حاجة راجل كبير وكابتن كبير النهاردة حاجة جاي تجدد معايا بمليون جنيه مثلا مش عايز تاخد عشرين مليون جليه عايز لكنها مقداش تطفع عشرين مليون جليه صح عندك تموح اطلع التجاه اللي انت عايزه بتاعك احترمناه وشكرناه وهو ده اسلوب النادي الاهلي اللي احنا شكرنا اللعيب خلص مش هنقدر تلابات المادية بيتزيد علينا وعندنا تلابات مادية في كل اناد العيب مش هنقدر من عندي مجلس ده البارجع له ايو منعشان كده بقولك اللي استراتيجية العمل اللي عايز النادي الأهلي يلعب في النادي الأهلي واللي عايز يطلع عشان طلباته المادية من حقه مش نقول له لأ وشفنا الفرق أنا بقى دي من عندنا مش من عند كابتك خالد وشفنا الفرق شفنا الفرق في كرة القدم وشفنا الفرق في ألعاب أخر وبالتالي هي دي الاستراتيجية العامة اللي بنمشي بيها أن النادي الأهلي له سقف ده لحضرك مش حاضر أطلع بره السقف نحن لسا بنتكلم شوية أنا وحضرك على المغالية والطلبات وفي مشاكل مادية كويس؟ ما أقدرش لو فتحت الأمور كلها تفتح مني